وبنهايمر كمان كان صديق شخصي لالبرت اينشتاين وفي يوم وبنهايمر راح لأينشتاين وعرض عليه معادلات حسابية وطلب منه حلهم. ساعتها اينشتاين رفض بدون ذكر اسباب. وقال له وبنهايمر مش انا الشخص اللي في بالك واعتذر له انه مش هيساعده. وفعلا قدر وبنهايمر يثبت نفسه في المشروع ويحقق نجاح كبير من اول ما كان بيرقص تلتمية عالم لحد ما وصلوا لستة الاف عالم. لحد ما جاءت اللحزة اللي كانوا كلهم مستنينها. في سنة الف تسعمائة خمسة وارب انتهوا من تصنيع اول كنبيلة زرية واتفقوا على.